اشتركوا في القناة مشاهدة طريقة عمل التميز او التميس تابعوا خطوات العمل ولعمل خبز التميس بنحتاج اثنين اكواب وربع ماء دافئ كمية الماء يلي بسويها لسبع حبات تميس الحجم الموضح ممكن تسوي نصف الكمية وبعدين بحط على الماء ملعقة كبيرة سكر وملعقة كبيرة خميرة فورية واربع ملاعق كبيرة حليب بودرة وبنخلط تمام وبنغطي الوعاء لمدة دقيقتين حتى تتفاعل الخميرة وهنا شكل الخميرة بعد ما تفاعلت وبعدين بحط على خليط الخميرة ملعقة كبيرة زبادي طبعا الزبادي مكون اضافي انا اضيف الزبادي لانه يعطي طراوة لخبز التميس وبضيف كمان اربع ملاعق كبيرة زيت نباتي بحط ثلاث ملاعق زيت والملعقة الرابعة بقلب فيها العجين وبخلط تمام وبعدين بضيف اربع اكواب دقيق ابيض وثلاثة اكواب دقيق اسمر بحط اثنين اكواب ونصف ونصف الكوبة الثالث بضيفه بالتدريج طبعا بالاصل خبز التمييز ينعمل بالدقيق الابيض لكني ضفت الدقيق الاسمر لانه اضاف طعم احلى وبضيف ملعقة كبيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة بيكربونات السوديوم وتسمى ايضا سودة الخبز طبعا بيكربونات السوديوم غير كربونات السوداء اضافة بيكربونات السوديوم يعطي طعم ونكهة التمييز المميزة واذا ممتوفر بيكربونات السوديوم يصير كمان التمييز حلو وبعدين بنخلط تمام وبنعجل العجينة باليد مع إضافة نصف الكوب من الدقيق الأسمر حتى تصير معنا عجينة ملتمة وبعد ما خلصنا العجن بنحط على العجينة الزيت اللي تركناه مسبقا وبنغطي العجينة لمدة عشر دقائق وبعد مرور العشر الدقائق بنقلب العجينة حتى تصير لينة أكثر وبعد ما خلصنا العجن بنخلي العجينة ترتاح مدة نصف ساعة قبل العمل أو حتى تصير حجم العجينة الضعف وبعد ما خمرت العجينة بنقسمها أنا قسمتها إلى 7 كرات ممكن تقسموها 6 كرات حسب رغبتكم وبعد ما خلصنا تقسيم العجينة بنغطي الكرات عشان ما ينشف السطح تبعهم وبعدين بننتقل لتسخين التنور بنشاغل الشعلة الداخلية والشعلة الخارجية للتنور وبنخلي التنور يسخن مدة 7 دقائق على نار عالية وبعدين بنقص النار وبنخليها وسط حتى تهدأ حرارة التنور على بال ما نفرد العجينة وبعدين بننتقل لفرد الكرات هنا معي عشان تطقي بالعجينة بنستخدم الأداة الموضحة وممكن تستخدموا الشوكة بنرش سطح العمل بالدقيق وبعدين بنفرغ الهواء من العجينة وبنفرد العجينة بالسمك الموضح وإذا تحبوا التميز طريب زيادة خلوه أسمك من السمك الموضح اشتركوا في القناة وبعد ما نخلص فرد العجينة بنثقب العجينة كما هو موضح وبعد ما نثقب العجينة بنحطها على المخبزة وبننتقل لفرد كرتين عشان نخبزهم وكمان يستووا مع بعض وبعد ما خلصت فرد ثلاث كرات عشان نخبزهم مع بعض تقبط العجينة كمان من الخلف بالشوكة عشان ما ينتفخ الخبز في التنور ونحصل على شكل التميز وبعد ما نخلص خبز بنغطي التنور وبنخلي التميز يستوي على نار عالية مع المراقبة وبعد ما استوى التميز بنشيلهم من التنور وبنحطهم بمنشفة خاصة عشان يظلوا طريين وذال شكل التميز بعد الاستواء أتمنى يكون فيديو اليوم مفيد وشكرا للمتابعة في أمان الله